ساحة رؤساء الدول ذاك ما يسيل لعاب الاستخبارات الأجنبية لا تستثنى الحالة الأمريكية حيث الرئيس مقبل على انتخابات حاسمة وحيث شفافية البيت الأبيض موضع تشكيك حتى من قبل الأمريكيين أنفسهم ينقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين أمنيين تحذيرهم من استغلال خصوم واشنطن مرض الرئيس فزرع الجواسيس حتمية تزداد أكثر في ظرف كهذا ولا سيما من قبل الروس والصينيين وفي تقدير الموقع أصبح ترامب أكبر هدف لاستخبارات العالم تنقلب الصورة في بلد إليه تتجه الأنظار وترتسم معالم أزمة محتملة في انتقال السلطة لطالما بثت الاستخبارات الأمريكية جواسيسها للحصول على أدق تفاصيل الرؤساء المرضى استشرافا لمستقبل الأنظمة المستهدفة ورغبة في تغيير سياساتها أو حتى اختراقا لأسرار حلفائها وسواء كان الرئيس في قصره الرئاسي أو على سفر إلى خارج البلاد تسعى الاستخبارات بعملائها إلى امتلاك عينات بيولوجية أو معلومات موثقة لتحديد طبيعة المرض وحدته يثير علاج الرئيس في دولة أجنبية وفق هذا المنظور حساسية مفرطة لدى الرأي العام لكونه مسألة أمن قومي بامتياز بعد تسريبات ويكيليكس لم يعد خفيا استهداف شخصيات عديدة وضعتها واشنطن نصب أعينها بدءا بالرئيس الكوبي الراحل فيدال كاسترو مرورا بالراحل الفينزولي أوغو تشافيس وليس انتهاءا بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة العربية يبرز الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والراحل العراقي صدام حسين ومعهما الراحل الفلسطيني ياسر عرفات حيث استخبارات الأمريكيين كانت ترصد هؤلاء جميعا معينة الصور أسلوب قد يكون الأسهل والأبسط مع مقارنة الوزن وتساقط الشعر وتغير لون البشرة لكن الولوج إلى مواقع حساسة ارتادها الرؤساء قد يكون المهمة الأصعب والأكثر تعقيدا وقد يصبح خادم الرئيس ومستودع أسراره هو نفسه الخائن العميل